كنت غاباً كنت ناوي تشوفوا تسمع عن الحكاية وقربوا وجربوا لو حكاية من حكاية ماما نونة ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام دمتم سالمين وبخير وحشتوني 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 إزايكم عاملين إيه النهاردة إحنا بنكملوا حلقات السيرة النبوية سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام النهاردة إحنا داخلين على الحلقة الرابعة الحلقة الرابعة دي بتحكي إيه بتحكي لما سيدنا محمد رجع بيته تاني رجع محمد رجع لمنطو خلاص بعد ما كان عايش مع حليمة السعدية في البداية سيدنا محمد لما رجع لمنطو حليمة كانت بتحبه جداً بس لما خافت عليه لما عرفت لما حست إن في حد عاوزي ما تعرفش إنه ده ملاك سيدنا محمد فضل عايش مع منطو في مكة مكة بلد جميلة جداً وفيها الكعبة محمد قبره بقى عنده ست سنين وبعد ذلك محمد سيدنا محمد قالت له إحنا هنسافر ونروح بلد تانية بلد بعيدة جميلة قوي اسمها إيه؟ اسمها المدينة هنسافر عشان نشوف كل قريبنا اللي هنا إخوات مامتو كلهم كانوا عايشين في المدينة في سيدنا محمد بقى فرحان قوي هو بقى عنده ست سنين إنه هيشوف قريبه اللي عايشين في المدينة سفروا مع بعض ووصلوا للمدينة قريب سيدنا محمد كانوا فرحانين بي قوي وكانوا بيحبوه قوي بعدين مامتو قالت خلاص لازم نرجع بيتنا في مكة تاني سفروا مكان تاني بس وهم في الطريق حصلت حاجة صعبة مامتو بقى تعيانة وتعبت جدا جدا وبعدين ماتت سيدنا محمد كان بيحب مامتو قوي ودلوقت عنده ست سنين وبقى ما عندهش أب ولا أم أكيد زقل قوي وحس إنه وحيق عنده ست سنين وما عندهش أب ولا أم بس ربنا مش هيسيبه وهيحفظه المكان اللي مامتو ماتت فيه اسمه اسمه الإيواء كان ساعتها معاخها دي ما اسمها مؤيمة أم أيمن اهتمت بيه لغاية لما وصلوا مكة وفي مكة كان مستنيه جده جده عبد المطلب وقال خلاص أنا هرعاه واهتم بيه سيدنا محمد وهو صغير كان طفل مهزة وأخلاقه جميلة وكل الناس بتحبه قوي وجده عبد المطلب كان كمان كان بيحبه قوي عرفيه مرة كانوا حطشين عند الكعبة فرش اللي هي السجاء جميل لجده عبد المطلب عشان يقعد عليه وولاد عبد المطلب قاعدين حوالين الفرش ومستنين لما عبد المطلب ييجي يقعد عليه فجا سيدنا محمد يقعد عليه قالوله لا احنا حطشينه لجدك عبد المطلب ومحدش يقعد عليه غيره فجا جده عبد المطلب وقال لهم لا خلوا ابني يقعد عليه السبوه يقعد معايا قصدوا على محمد عليه الصلاة والسلام ما تصلوا عليه قالوله لا وكان بيحب لما يقعد يخلي سيدنا محمد دايما يحط يده على ظهره ويقول للأعجيل دوت هيبقى إنسان عزيز طيب وبعد فترة بعد ما كمل سيدنا محمد ثمان سنين جده عبد المطلب مات مين يا طرى اللي هيكمل تربية سيدنا محمد ومين اللي هيهتم بسيدنا محمد عم وأخه بابا أبو طالب هنشوفوا في الحلقة الجاية إزاي يهتم بمحمد وإزاي رباه عنده ورعاه واشوفوا الشيكو بخير الحلقة الجاية هنكمل مع بعض ما تصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام